المهم أننا نبدأ ونتكلم ونربط كلامي زي ما كريم فيهم بالأهلي طبعا كلنا كنا متوقعين يمكن سير للمباراة بشكل مختلف تماما كلنا كنا شايفين يمكن الأهلي هو اللي كان الأقرب للفوز وده كان حقيقي يعني إمبارح مباراتنا أمام سانداونز كانت غريبة فرص بالجملة بتزيع عشان كده كنا بنقول يعني احنا خسرنا بهدف بمعنى خسرنا 3 نقاط يا كريم من 15 نقطة إحنا عايزين إلى 12 نقطة تانين وكمان يعني حسبين 9 نقاط هي اللي هتأهلنا لدور الثمانية لكن الأهلي دايما يعني عينه أكيد على الصدارة لسه أمامنا أربع مباريات بإذن الله نحصد نقاط فيهم فمش عايزين أي كلام محبط ولكن الدنيا برضو ازاي دنيا دولاتي برضو يعني مش هنقدر نقول إن إحنا عايزين كلام محبط ومش هنقدر نقول إن إحنا فرخانين صح؟ مالواحد برضو لازم يبقى كلامه كلام عقلاني طبعا إحنا متضايقين ليه؟ لأن مبارح سان داونس ده بكلام مسماني فعلا بصراحة هم بيلعبوا كرة زاكية جدا متطوروا في الفترة الأخيرة لكن معطيات المباراة هي دي النقطة الأهم معطيات المباراة كان الأهلي هو الأقرب فيها للفوز يعني معرفش إيه بقى التفاصيل اللي تقدل كده الواحد مش فاهم إيه كل الفرص اللي ضاعت دي يعني تصويبة طبعا صاروخية بصراحة في الشباكنا يعني محدش يقدر ينوم عليها محمد الشناوي لكن هي دي الأحداث الأسف برضو ما زلنا عايزين نحللها أكيد في الفقرة يعني مع ضفنا كابتن مهر حنتكلم في تفاصيل كتير لكن يا كريم مبارح كان فيه عدم توفيق غير عادي صحيح ونرجع ونقول برضو إيه على رأيك إحنا طبعا أكيد خسرنا ثلاث نقاط لكن لسه برضو المشوار لسه فيه كلام كتير ومحدش يعني نقدر نقول إنه هو حسم التأهل إلا سان داونس نسبيا لكن حسابيا لسه بدري على المشوار وكل فريق لسه قدامه مجموعة كبيرة من الموجهات القوية جدا خلال الفترة القادمة إن شاء الله